يشارك وفد الشعبة البرلمانية برئاسة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى جمال محمد فخرو في الفترة بين الثاني عشر والسادس عشر من أكتوبر الفين واربعة عشر في اجتماع الدورة الحادية والثلاثين بعد المئة لجمعية الاتحاد البرلماني الدولي في مدينة جنيف بسويسرا وأشار الرئيس الوفد إلى أن المناقشة العامة في هذا الاجتماع ستدور من خلال عدد من الجلسات النقاشية والحوارية بين المشاركين من أهمها الاجتماعات التنسيقية للمجموعات العربية والإسلامية والأسيوية واجتماع اللجنة الدائمة الثالثة المعنية بالديمقراطية وحقوق الإنسان حول موضوع القانون الدولي من حيث صلته بالسيادة الوطنية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول وحقوق الإنسان كما سيتم عقد نقاش خاص حول المحاصصة الانتخابية للمرأة في السياسة ومناقشة مشروع القرار المقدم من اللجنة الدائمة الثالثة بغية وضع التعديلات الممكنة المتعلقة بالنوع الاجتماعي إلى جانب الجلسة المخصصة لمسألة تأثير المرأة في البرلمان والاستماع إلى المرشحين لمنصب رئيس الاتحاد البرلماني الدولي